أعتقد أن تركيا وإيران قصفت أقليم كردستان وأخرى لها مواقع من أعطاها الضوء الأخضر؟ تعتقد لو لا الضوء الأخضر الروسي كانوا قد دخلوا أو قصفوا لديهم ضوء أخضر من روسيا؟ أعتقد ليس لها علاقة بالضوء الأخضر ليس له علاقة الخصف بالضوء الأخضر لأن هذا القصف الإيراني أو التركي أولا تدخل التركي يبدأ من قبل سقوط النظام في أواخر الثمانينات لا مو بهذا الشكل الذي نشهده كان يسمح لهم من منطقة ويعودون يعودون لكن مع التوسع النشاط الكردي أنت تتذكر بال93 الطائرة التركية التي اخترقت الأجواء العراقية ضربتها المقاومات العراقية وأسخطتها وتركيا لم تصدر بيانا واحدا لأنها تجاوزت الإتباقية الموجودة تجاوز الخط هذا كان شيء محدود كان حاسبينهم 5 كيلوات كيلو مترات أو 10 كيلو مترات لما تجاوزت ضربها صحيح لكنه مع أدم وجود حكومة قوية في بغداد أو سكوتها عن تجاوزات وليس فقط الحكومة يعني حتى الأمريكان ساكتين عن التجاوزات وعن تدخلات تركيا أو غير قادرين هناك طبعا يتحججون تركيا تتحجج بوجود حزب العمال الكروستاني في جبل قنديل ونشاطات حزب العمال الكروستاني وتتحجج أيضا في سوريا أيضا بيدا اللي هم مشاركين حقيقيين مع التحالف الدولي في محاربة داعش ولديهم منطقة واسعة يديرونها يعني تعتبر هذه المنطقة وما تواجد الحزب العمال في مناطق قنديل قطرا عليها بهاي الحجة تتدخل طبعا وإيرانيين أيضا يتدخلون لأنه يعتقدون تواجد الكردي الأحزاب الكردية في كويسنجاق وفي سليمانية وهم وراء الأحداث في كردستان طبعا أنا أستطيع أن أقول أن الأحزاب الموجودة الكردية لكردستاني إيران ليست هي المسؤولة عن انتفاضها هذه الاعتصامات وهذه أفوية في الغالب وهذه الأحزاب ملتزمة بقرارات وحكومة بعدم استخدام أراضي كردستاني إيران لشأن هجمات على يعني ما نسمع أن نعطي حجة أنا ما أريد استغرق بها هذا التوصيف صار معروفا إلى الجميع الكل يعرفهم يعني أنا أتمنى أن نتحدث بالغاطس التوصيف اللي موجودان الكل يعرفهم لماذا لا تفهم الرسالة من روسيا موسكو ترحب بكم أيها الكرد عودوا إلينا من جديد نحن ما نريد نعود لا لروسيا ولا لأمريكان لكن نريد أن نكون أصدقاء للجميع لأن مشكلتنا ليست عند الروس وليست عند الأمريكان بالنتيجة النهائية مشكلتنا أن نجد لها حلول في المنطقة نحن نعيش هنا والأمريكان يروحون والروس يروحون نحن نبقى مع العرب نبقى مع الترك نبقى مع الإيرانيين فلذلك نرحب أنما نجد صدا وأنما نجد تأييدا لحل الديمقراطي لمشاكلنا موسيقى